بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف خلق اللاس محمد صلى الله عليه وسلم بمشيط ربنا نحل مع بعض الاختبار رقم 3 على الفصل الثالث تميز الخلايا وتنوع الأنسجة الحيوانية موجود معنا صفحة 232 كتاب لامتحان طبعة 23 يلا بينا على بركة الله السؤال الأول الشكل التالي يمثل بعض الأنسجة الحيوانية ادرسه ثم أجب بدين هنا رقم واحد ده عبارة عن النسيج الطلاقي المركب ومصفف يبقى رقم واحد ده عبارة عن نسيج طلاقي مركب أو بسميه مصفف رقم 2 الاتنين اللي قدامنا ده ده عبارة عن اللي هو النسيج الطلاقي الحرشوفي البسيط نسيج طلاقي حرشوفي بسيط لأنه عبارة عن صف واحد منين من الخلايا هنا طبعا زي ما احنا شايفين الخلايا هنا عمادية فبسميه طبعا ده اللواء ايه؟ النسيج طلاقي عمادي بسيط النسيج رقم اربعة عندنا طبعا الخلايا هنا مكعبة زي ما احنا شايفين فده بسميه نسيج طلاقي مكعبي بسيط طبعا كلمة بسيط عشان بيكون صف واحد منين من الخلايا هيبدأ هنا يسألني على الاماكن بتاعت اللي هي الانسيجة ديت فنعرف اما كانها بالمرة فعندنا اول حاجة اللي هو النسيج الطلاقي المركب او مسامي المصافف ده موجود في بشرة الجلد عندنا اللي هو النسيج اللي هو الطلاقي الحرشوفي البسيط موجود في بطانة الشعيرات الدموية وموجود كمان في جدر الحويصلاة الهوائية اللي هي موجودة في الرئتين النسيج رقم ثلاثة اللي هو النسيج الطلاقي العمادي البسيط موجود في بطانة المعدة والعماء النسيج الطلاقي المكعبي البسيط موجود في بطانة ونيبات الكليتين ما النسيج الذي تنتاكل منه الجزائيات الغذائية المهضومة طبعا اللي هو مين رقم اتنين عندنا يبقى اللي جاء في رقم مين رقم اتنين اللي هو النسيج الطلاقي الحرشوفي البسيط اللي هو موجود في بطانة الشعيرات الدموية وبهدر مين الحويصلاة الهوائية اللي هي اهمين هنا ايه موجود في reform بطانة الشعيرات مين اللي هي ايه الدموية طبعا ده بيسهل زى ما احنا عارفين اللي هو انتقال اللي هي المواد الغذائية المهضومة وكمان اللي هي الغزاية والمواد ايه الاخراجية عشان كده اخترنا رقم كم رقم اثنين اي مما يلي يمثل النسيج اللذي يغطي الجسم يغطي tutto طبعا اللي هو مين اللي هو رقم واحد عندنا اللي هو النسيج الطلاقي المركب المصفف اللي هو موجود فيه في بشرة ايه في بشرة الجلد يبقى عندينا اللي جابة اللي هي رقم مين اللي هي رقم آلف اللي هو رقم واحد إحنا عارفين طبعا النسيج ده اللي هو بسمين اللي هو النسيج طلاقي المراكب ومصفف ده بيتكون من عدة اللي هو طبقات فوق بعضها مترصة فوق بعضها وبيكون طبعا الطبقة السطحية بتواد بسم طبقة إيه حور شفية النسيج ده بيغطي اللي هو الأنساجة إزا ما إحنا قولنا بيغطي الجلد من اللي هو الخارج وبكل قدر على أنه يقدر يعود اللي هي الطبقة السطحية لما تتعرض له للتلف اي مما يلي يمثل النسيج الذي تحتوي خلاياه على اكبر عدد من الحوصلات الافرازية حوصلات افرازية يعني ليس سمات طبعا اللي عنده اكبر قدر من ليس سمات طبعا اللي هو رقم مين رقم تلاتة رقم مين رقم تلاتة اللي هو قدامنا ده اللي هو النسيج الطلاق العمادي ايه البسيط علشان ده موجود فين في بطانة المعدة والامعاء احنا عارفين مهمة اللي هو مهمة اللي هي اللي يسسهمات زي ما احنا عارفين لا مهمتين اول حاجة اللي هو التخلص من اللي هي الخلايا والعضيات اللي هي المسنة دي اول حاجة الحاجة التانية اللي هو هضم المواد الغزائية ويبدأ يحولها الى مواد ايه ابسط منها تركيبا عشان الجسم يقدر يستفيد ايه منها فعشان كده هو موجود فين اصلا في بطانة مين المعدة وايه والامعاء فعشان كده اخترنا مين رقم اللي هو رقم تلاتة اي مما يلي يمثل النسيج المسؤول عن استخلاص البول من الدم استخلاص مين البول من الدم هنختار مين هنختار رقم اربعة اللي هو مين لو النسيج الطلاقي المكابئي البسيط عشان ده موجود فين في بطانة ونيبات مين اللي هي كليتين لاني بيتم هنا استخلاص البول عن طريق حاجة اسمها اللي هي نفرو نفرونات كليتين نفرونات ديها تموجودة في كلتين وان شاء الله السنة الجاية في سنة تانية ان شاء الله ناخدها بالتفصيل بمشيط ربنا. مهما ده صحة العبارتين التاليتين. تحتوي جدر الخلايا النباتية على مادة السليلوز. ايه رأيكم? صح ولا طبعا صح وزال فل? احنا عارفين اللي هي جدر اللي هي الخلايا النباتية لان هنا بقول لي خلايا ايه? خلايا نباتية ما ننساش. بقول لي مين? خلايا ايه النباتية. طبعا دي موجودة فين في اللي هي الخلايا نباتية. موجودة كمان في خلايا التحالب واللي هي الفطريات وبعض انواع منين من اللي هي ايه البكتيريا. ده المكان بتاعها. احنا عارفين اللي هو القدار الخلوي. المهمة الرئاسية بتاعته اللي هو هي حماية وتدعيم من اللي هي الخلية. وبيديها الشكل بتاعها. وكمان بيسمح ايه بمرور اللي هي المياه والمواد الزائبة خلاله ايه بسهولة عشان ده قدار ايه مصاقب. طب هل اللي هو بيتكون من اين? طبعا النباتية القيام بعملية البناء الضوئي. ايه رأيكم? صح ولا لا? طبعا الكلام ده غلط. طب غلط ليه? ما حنا خدنا انسجة زي مثلا لوهة الكشب او اللحياء. هل الانسجة دي تقدر تقوم بعملية البناء الضوئي? هل عندها بالاستداء خضراء? طبعا لا ما عندهاش. ما تقدرش تقوم بمين? بعملية مين? البناء الضوئي. وبالتالي العبار الاولنية صح والتانية ايه? غلط? يبقى الاولى صح والتانية غلط يبقى لجابة رقم جيب. اثناء الحركة او ممارسة التدريبات الرياضية لا ترتطم الاعضاء الداخلية بتجويف البطن. بعضها البعض وذلك اللي ارتباطها معا بنسيج ايه? يطر اول حاجة نسيج طلائي حرشوفي بسيط. طب النسيج ده موجود فين? ده موجود في بطانة اللي هي الشعيرات مين? الدموية وجدر اللي هي الحوصلات اللي هو ايه موجود ده فرية تاني يعني ملوش علاقة. رقم بين? النسيج اطلاعي العمادي البسيط. طب ده موجود فين? ده موجود في بطانة المعدة والامعاء. احنا عاوزين هنا اه تمسك الاعضاء ببعضها وبالتالي ده كمان ما ينفعش معنا. رقم جيم. الضم الاصيل. طب النسيج الضم الاصيل المهمة بتاعته ايه? المهمة الرئاسية بتاعته اللي هو بيربط اللي هي انسيجة وعضاء الجسم ايه المختلفة ببعضها? زي غشاء اسمه ايه? اللي هو المصاريقة. اللي هو موجود فيه. اللي هو هيربط اللي هي العضاء ايه? الداخلية ايه? ببعضها وبالتالي ده اللي جابة الصحة. النسيج ده كمان موجود في مين? موجود فيه اللي هو تحت ايه? تحت البشرة او بسماية ادمة الجلد. رقم دل اللي هو العضلي طبعا العضل ازا ما احنا عارفين اللي هي الانسيجة العضرية بتساعد الكأن الحي على ايه? على الحركة يعني مالوش علاقة. يبقى الصحة كده بنسبانا رقم جيم. ما سبب انتقال البالع الغذائية من البلعوم الى الماعدة خلال المريء. بيكلمنا على مين? خلال اللي هو المريء. المريء ده بيجي بعد اللي هو مين? بيجي بعد اللي هو البلعوم. وطبعا ده بيمر خلال مين? خلال اللي هو العنق والتكويف ايه? الصدري. الطول بتاعه حوالي خمسة عشرين سنتيمتر. البطانة بتاعته موجود فيه غدد عشان تفرز مين اللي هو المخاطع عشان تسهل اللي هي ايه مرور اللي هي البلعة اللي هو الغذائية. المريء ده المهمة الرئيسية بتاعته بيوصل اللي هو البلعوم الى ايه? الى المعدة. وعملية التوصيل دي تنوب بتتمع عن طريق مجموعة من اللي هي الانقباضات والانبساطات اللي هي العضلية بسمان اللي هي الحركة ايه? الحركة الدودية. طب نسأل نفسنا سؤال هل الحركة دي هادر اتحكم فيها? طبعا لا. طب تعال نشوف كده الاختيارات. فاول حاجة عندي كده بقول لي ايه? انقباض وانبساط عضلات مخططة ارادية. مخططة ارادية. احنا تفاني دلوقتي ان الحركة دي ما اقدرش اتحكم فيها. وانا عند اللي هي المخططة الارادية دي مكون موجودة فين في العضلات اللي هي الهيكلية. اللي هي بتتصل بمين? بالهيكل العظمي زي عضلات الايدين او عضلات الرجلين او عضلات الجزء. فازن ده ما ينفعش معنا. انقباض وانبساط عضلات مخططة لا ارادية. هه طب دي موجوده فين اصلا? والله العضلات دي موجودة فين? فيه اللي هي عضلات القلب فقط? ما تنفعش معنا. انقباض وانبساط عضلات غير مخططة ارادية. طبعا دي كمان غلط. انقباض وانبساط عضلات غير مخططة لا ارادية. طبعا دي اللي انا بسمع العضلات مي Metall? اللي هي الملساء? وطبعا دي زي ما احنا عارفين موجودة في انجادار اللي هو القناة الهضمية وموجود في المسانة البولية وكمان الاوعية ايه الدموية فده بالنسبة لنا الصح يبقى الاجابة رقم دال الشكل المقابل يوضح صورة ميكروسكوبية لنسيج في ضرنة بطاطس ماذا يمثل هذا النسيج؟ يا ترى دي عبارة خلايا برانشيمية له دور اكبر في تخزين مواد الغذائية احنا خدنا قبل كده اللي هي مين اللي هي الانسيج اللي هي البرانشيمية وعرفنا ان النسيج ده نسيج حي الخلية بتاعته بيكون بيضوية او مستديرة الشكل زي ما احنا شايفين كده قدامنا الغذائر بتاعة رقيق يعني هنا مفيش تغلز وبيكون مرن وفيه فرغات زي ما احنا شايفين بينها وبين بعضها وبالتالي اللي قدامي ده هتعبار عن نسيج مين نسيج برانشيمي فاذا برانشيمي ده صح بالنسبة لنا طيب ما احنا اخدنا قبل كده انسج البرانشمية لها كذا وظيفة اول وظيفة اللي هي القيام بمين بعملية البناء الضوئي بس الكلام ده امتى لما يكون عندها بالاستداد خضرة هل هنا فيه بالاستداد ده قال لبطاطس وطبعا دي موجودة تحت التربة يعني ما فهاش ايه بالاستداد وبالتالي هنا ما تقدرش تقوم بعملية البناء الضوئي المهمة التانية اللي هي كان مين اختزان مواد الغذائية زي مين زي النشو وطبعا دي هي المهمة بتاعتها هنا فين في ضرنة مين البطاطس وبالتالي هنا بقول تهزين مواد الغذائية بالعبارة دي اتصح المهمة التالتة كانت مسؤولة مين عملية ايه التهوية لنتيجة ايه وجود اللي هي الفراغات اللي هي موجودة بينها رقم بيه اسكلارانشيمي له دور اكبر في عملية تدعيم النبات طب الاسكلارانشيمي زي ما احنا عارفين ده نسيج ايه غير حي والقدر بتاعته بيكون مغلزة بمادة اللي هي الجنين بالاضافة لمادة ايه السليلوز طب الكلام ده كان موجود فين فيه بعض الصمار زي الصمار اللي هي قمت بس هنا بيقول لي مين البطاطس فايزا ده ما ينفعش معنا البرانشيمي صح له دور اكبر بس بيقول لي في عملية مين البناء الضوئي هل هنا فيه بلاستدات خضراء طبعا لا وبالتالي ما ينفعش معنا الكلانشيمي له دور اكبر فيه تدعيم النبات احنا عارفين اللون نسيج الكلانشيمي ده نسيج حي والخلايا بتاعته مستطيلة تمام وعند هنا بيكون مغلز تغليز غير منتظم بمادة مين السليلوز هل هنا فيه اي نوع من التغلز لا ما فيه شو بالتالي ده بالنسبة لغلط يبقى الصحة كده بالنسبة لنا الرقم الف اي من الانسيجة التالية لا يشارك لا يشارك خليبنا فيه عملية تدعيم النبات اول حاجة عندنا اللي هو الخشب طب الخشب هنا هل له مهمة بالنسبة للتدعيم طبعا احنا عارفين طبعا مهمة الخشب الرئيسية اول حاجة اللي هي امتصاص المياه والاملاح من التربة الحاجة التانية بيساعد على تدعيم مين النبات لانه مغلز من الداخل بمادة ايه من مادة اللجنين فبالتالي ده ما يفعش معنا رقم بين اللحاء طب اللحاء مهمته ايه اللحاء والله المهمة بتاعته الرئيسية اللي هي توصيل العصار الناضجة من الاوراق الى جميع اجزاء النبات طب هل هنا فيه تدعيم لا مفيش وبالتالي ده الاجابة الصحة اللي حنا ندور عليه رقم جيم النسيج الكولانشيمي النسيج الكولانشيمي ده نسيج حي الخلايا بتاعته بيكون مستطيلة ومغلز هنا تغليص غير منتظم بمادة مين بمادة السليلوس وطبعا ده بيقول له فين له دور في عملية اللي هو التدعيم لانه بيكسب النبات اللي هي الليونة المناسبة فإذا ان ده ما يفعش معنا النسيج الكولانشيمي النسيج ده نسيج غير حي مغلص بمادة اللي هو اللي جنين بالاضافة لمادة اللي هو السليلوس والوظيفة بتاعته اللي هو تقويت وتدعيم النبات ويكسبه الصلابة والمرونة يعني له دور فيه تدعيم بين النبات فإذا ما يفعش معنا الشكل اللي يزي امامك يمثل بعض خلايا احد الانسيجة الحيوانية ما هو وظيفة هذه الخلايا نبص على الخلايا كده الاول زي ما احنا شايفين الخلايا مستطيلة عمادية شكل العمود وعند فيها الانوية يبقى اللي قدام ده عبارة عن ايه عبارة عن اللي هو النسيج الطلاقي العمادي البسيط طيب تعني نشوف الاختيارك كده فبقى اللي اول مهمة او وظيفة اللي هو حماية الجسم من الجفاف هل الكلام ده صح طبعا الكلام ده غلط طب غلط ليه علشان دلوقتي هو بيكلمني على مين ده بيكلمني عن النسيج الحرشوفي اللي هو المصفف الجفاف رقم بيه امتصاص الغذاء المهضوم طبعا دي اللي جاب الصح علشان اللي هو النسيج الطلاقي العمادي البسيط بيكون موجود فيه اللي هو بطانة مين اللي هو المعدة والامعاء وبالتالي بيساعد على امتصاص مين الغذاء المهضوم رقم جيم نقل الغذاء المهضوم والفضلات طب مين اللي بيقوم بالمهمة ديت والله اللي بيقوم بالمهمة ديت اللي هو النسيج الطلاقي الحرشوفي البسيط طب ليه علشان بيبطم الشعيرات الدموية اللي هي بتسهل انتقال المواد الغذائية المهضومة وكمان الغذات وكمان مواد ايه الاخراجية رقم دل حماية الجسم من الميكروبيات مين اللي هيقوم بالمهمة ديت والله ليقوم بالمهمة ديت اللي هو النسيج الحرشوفي ايه المركب علشان بيكون موجود عليه مادة ايه الكراتين وبالتالي ده كمان غلط يبصح رقم بها تتكون الهياكل الداخلية للأسماك من انسجة تختلف خلاياها فيما تحتويه من مواد كيميائية لتلائم عمق الماء الذي يتعيش فيه مما سبق نستنتج ان هناك اسماك هياكلها مارنة واخرى هياكلها اقصر صلابة في ضوء درستك استنتج نوع النسيج في الحالتين السابقتين احنا عندنا الاسماك باسمها النوعين او النوع من الاسماك رقم واحد كده بسميه اسماك عظمية اسماك عظمية النوع التاني من الاسماك بسميه اسماك غضروفية يبقى عندي فيه نوعين اسماك عظمية اسماك ايه غضروفية النوع الاولان اللي هو الاسماك العظمية هنا الهيكل بتاعها بيكون الهيكل اقصر صلابة اقصر صلابة طب ليه علشان بيتم فيه ترسيب اللي هي مادة مين مادة الكالسي والاسماك دي اتنوه لما تيجي تعيش بتعيش هنا بالقرب من سطح المي ما تقدرش تتحمل الضغط الشديد بتعمين بتاع المية عليها النوع التاني من الاسماك اللي انا بسميها الاسماك الغضروفية والهيكل هنا الهيكل هيكون اقصر مرونة ودي بتعيش فينا حتى دي بتعيش على عماق كبيرة تحت سطح ايه اللي هي البحار والمحيطات علشان تقدر تتحمل اللي هو الضغط الشديد بتعمين بتاع اللي هو المية تعتمد عملية النقل في النبات على الخلايا الحية فقط ما مادة صحة العبارة مع التفسير هل عبارة دي صحة او الغلط عملية ايه خلي باري بقول لي عملية مين عملية النقل طبعا الكلام ده غلط اقول له عبارة خاطئة طب خاطئة ليه اقول له عملية النقل في النبات بتتم عن طريق حجم الاتنين يمتا عن طريق اللي هو الخشب الخشب يمتا عن طريق مين اللي هو النقل في النبات هيتم برضك عن طريق عملية مين اللي هو اللحاء يا خشب يا ايه يا لحاء طيب الخشب اللي احنا افتخرنا مع بعض ده كان عبارة عن ايه عبارة عن يتركب من اوعية وقصيبات وخلايا برانشيمية طب تعال نفتكر مع بعض كده اول حاجة عندنا ليه مين اللي هي الاوعية هل الاوعية دي حية ولا غير حية طبعا دي غير حية طب ليه علشان تم ايزالة مين اللي هو البروتوبلازم وعند هنا القدر من الداخل مغلظة بمادة مين اللي هي اللي جنين يعني دي هي انسجة غير حية القصيبات نفس القصة عندنا برضك اوعية ايه غير حية عند الخلايا برانشمية اوعية حية يبقى مش كل حاجة في النبات هنا بيكون ايه خلايا ايه حية الحاجة التانية عند مين اللي هو اللحاء طب اللحاء كان يتكون من اين كان يتكون من انابيب غربالية وخلايا مرافقة طب عندنا الانبيب الغربالية ده تم ايزالة منها ايه تم ايزالة الهي الانوية يعني دي هي عبارة عن خلايا غير حية والجدر العرضية اصبحت ايه مصقبة تمام طيب الحاجة التانية عند اللي هي الخلايا مين اللي هي المرافقة طبعا دي هي خلايا ايه خلايا حية مواجه الشبه بين عضلة القلب وعضلات الصاق طب اول حاجة عندنا اللي هي عضلات مين عضلات القلب والحاجة التانية عضلات الصاق عندنا اول حاجة اللي هي عضلات اللي هي القلب طبعا دي هي عضلات لا ارادية مخططة لا ارادية الانسان ما يدرش تحكم فيها عند الحاجة التانية اللي هي عضلات مين عضلات اللي هي الصاق طبعا دي عبارة عن عضلات اللي هي ارادية مخططة طب دلالت هو عاوز ايه بقول لي واجه مين واجه الشبه بينهم التشابه بينهم هم هم الاتنين اقول له واجه الشبه وجه الشبه ان هم الاتنين عبارة ايه عبارة عضلات مخططة عضلات مخططة ده واجه التشابه بينهم هم الاتنين طب لو عاوز اختلاف هقول له والله عضلات القلب دي عضلات ايه لا ارادية اما الصغ دي عضلات ايه ارادية الجدول التالي يوضح النسب المقوية التقريبية لبعض العضيات الموجودة في عدة انسجة حيوانية ادرس سم اجب فهنا بدين هنا ميتكنديريا ريبوسومات ليس سمات فطالب من ايه بولستنتج اي الانسجة السابقة يمس النسيج ضام وعائي ضام وعائي ضام وعائي يعني هيخصر به مين يقترب منتكنديريا ولا ريبوسومات ولا ليس سمات طبعا اليهاكصر به مين اللي هو اللي السصمات علشان ان نسيج الضام الوعائي اللي هو بيشمل اللي هو الدم واللمنف وبالتالي هنا يحتوي على اكبر نسبة من اللي السصمات اللي هي رقم كام اللي هي 21% اللي احنا شايفينها قدامنا اللي هي رقم دال يبقى اللي هو النسيج اللي هو رقم دال طيب الاساسومات اللي احنا فاكرين كانت المهمة بتاعتها ايه طبعا كانت مهمتها اول حاجة اللي هي بتخلص اللي هو الجسم من الخلايا والعضيات اللي هي المسنة والمتهلكة والحاجة التانية بتهضم اللي هي مين المواد الغذائية اللي بيتم بتلحها بقسطة الخلايا وتبدأ تحاول الى مواد ايه ابسط تركيبا طبعا اللي هي الاساسومات بتقصر فيه اللي هو الدم علشان تقدر تهاجم اي مكروب او اي جسم غريب بخش ايه داخل الجسم يلعب دورا هاما في عملية الطيران للطيور يا طرى مين ميتوكندرية ولا ريب اسومات ولا ليس اسومات طبعا نختار مين اللي هو الميتوكندرية اعلى النسبة فين في اللي هي 21% اللي هي مين رقم الف يبقول له النسيج رقم الف طب ليه احنا عارفين عملية الطيران دي بتتطلب مجبوك كبير من نسبة للطائر وهنا لازم يحصل على مين على اللي هو الطاقة اللي هو الاتب يبقى محتاج مين اي تي بي طب الاتب دي هيجيبها منين هيجيبها من خلال مين اللي هو ايه الميتوكندرية فعشان كده بنلاقي قعدة كبير فين في اللي هو جسم ايه في جسم الطائر في احد الحضائق العامة قام احد عمال الزراعة عن طريق الخطأ بازالة الطابقة الخارجية الخارجية لجزع شجرة على ارتفاع نصف متر من سطح الارض اذا علمت ان ارتفاع زي الشجرة حوالي 30 متر والنطابة التي ازيلت تحتوي على نسيج مين نسيج اللحاء بينما لم يتأثر نسيج مين الخشب وبعد عشرة ايام بدأت هذه الشجرة تزبل وتموت فسر ذلك في ضوء ما درست هو ايه اللي تأثر دلوقتي اللي هو نسيج مين نسيج اللحاء طيب دلوقتي نسيج اللحاء هي مهمته والله مهمته بين المين ومواد الغذائية اللي هي بتنتج من عملية البناء الضوئي الى جميع اجزاء النبات طب دلوقتي هو تأثر يبقى نعكس الكلام يبقى قوله كده الاجابة عدم نقل المواد الغذائية النتجة من عملية البناء الضوئي من الاوراق الى جميع اجزاء النبات وبالتالي يزبل النبات ويموت ماذا يحدث عنده غياب النسيج الطلاقي المصفف من اماكن تواجد ولو هو مش موجود يطرق اللي يحصل اقول له اول حاجة كده يودي الى عدم تعويض الطبقة السطحية عند تعرضها للتالف ده هو الحاجة الحاجة التانية عدم تواطية بشرة الجلد بمادة الكيراتين التي تعمل على حماية الجلد من الجفاف وغزو الميكروغات ما العلاقة بين النسيج العصبي وحركة الجسم طب اول حاجة عندنا اللي هو النسيج مين النسيج اللي هو العصبي النسيج العصبي المهم الرئاسية بتاعته ده مسؤول عن مسؤول عن حركة اجزاء الجسم عن طريق العضلات التي التي لها القدرة على الانقباض والانبساط طب الحاجة التانية عندنا مين اللي هي العضلات اللي احنا احنا بنتكلم عليها اللي هو الجهاز مين الجهاز العضلي الجهاز العضلي زي ما احنا عارفين المهمة الرئاسية بتاعته اللي هو مسؤول عن حركة اجزاء الجسم عن طريق العضلات والعضلات عندنا زي ما احنا عارفين من كلها القدرة على الانقباض واللي هو الانبساط بنقسم العضلات اللي هي بتاعت الجسم الى نوعين اساسيين عندنا او النوع بسمها اللي هي العضلات اللي هي الاراضية ودي الانسان يقدر يتحكم فيها زي عضلات اللي هو الجهاز او عضلات الادين او عضلات الرجلين النوع التاني بسمها عضلات لا ايراضية وهنا الجسم هنا او الانسان ما يقدرش يتحكم فيها طب زي كده زي عضلات القلب زي اللي هي العضلات المالساء اللي هي موجودة فيه بطانة اللي هي موجودة فيه اللي هي جدر اللي هي الاوعية الدموية تمام كل العضلات او القناة الهضمية كل دي الانسان ما يقدرش ايه يتحكم فيها يارب بكون في امنا بتنسانش ما تصالح دعواكم كان معكم مصر طارق والى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادمة وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة